أهلاً بكم مشاهدين نتابع أيضاً الحديث أكثر عن هذه الذكرى السيئة بلا شك رحب بضيفي هنا في الستوديو المستشار المالي الأستاذ حمد العليان أستاذ حمد أبدأ مع منتهى به التقرير من سؤال متى ستنتهي هذه الذكرى السيئة لأسواق بشكل عام صحيح يا أخي محمد موضوع الانهيار 2006 أعتقد لازال راسخ في عقل كثير من المستثمرين في السوق السعودي ولاحظنا شهر فبراير في كل سنة تقريباً يواجه السوق السعودي نفس هذا النزول لكن السوق السعودي حقيقة ما أخذ حقه في السعود من عام 2006 إلى الآن لأن لو شاهدنا الأسواق العالمية الأخرى ارتفعت ولو قارننا السوق السعودي بالسوق الأمريكي كيف السوق الأمريكي ارتفع خلال 4-5 سنوات اللي مضت ارتفاع بدون تصحيح في المقابل سوقنا للأسف أي خبر سلبي عالمي يأثر عليه وحقيقة هذه مكررة الآن عن 19 مرة أنا أرى أنه مرتفع نسبياً لكن لازال جيد لو أخذنا بعض الشركات الذات الأرباح التشغيلية وركزنا عليها ممكن يكون فيه يعني عوائد جيدة ونمو في هذه الشركات ممتاز يعني مكرر ربحية 19 مرة وأنت تقول أن السوق دائما يتأثر بالأخبار السلبية أكثر من اللي جبي لماذا برأيك؟ لأنه هل تعتقد أنه هي ثقافة تعامل جديدة علينا يعني ينقصنا التثقيف أكثر؟ الصحيح السوق السعودي حقيقة تأثر كثير بخبر انتشار فيروس كرانا المعدي الخبر مو قريب يعني الخبر مو جديد خبر من أشهر تقريباً لكن وصول هذا الوباء إلى منطقة الخليج أثر كثير وشفنا كيف يوم الأثنين نزل السوق بشكل غير مبرر فيه خصوصاً الحمد لله أن السعودية ما وصلها إلى الآن أي حالة وما شكلت يعني ما سجلت وزارة الصحة أي حالة بخصوص مرض كورونا المعدي لكن لو لاحظنا تصريح الرئيس الصيني بخصوص زي ما ذكرت في مقدمتك انتقال من فترة الحجر إلى مرحلة التي هي تكلم عليها منطقة المحاصرة نعم منطقة المحاصرة إلى منطقة الآن بحث عن حلول بحث عن علاج لهذا المرض لأن السعودية تعتمد كثير في أفوان الصين تعتمد كثير على النفط السعودي ولو لاحظنا كيف أن أسعار البترول انخفضت فترة الأخيرة وكان كله من تأثير المرض كورونا في المقابل قلة السيولة التي حدثت في السوق أثرت على ارتفاع السوق لكن هناك نقطة مهمة جداً نقطة 7500 شكل نقطة قوية ودائمة في السوق السعودي وأتوقع أنها تكون منطقة ارتداد مرة أخرى وكمان منطقة 7550 تمثل متوسط 200 أسبوعي وأتوقع احترام في هذه النقطة بشكل قوي جميل جداً طيب خلينا نروح للإسمنتات يعني اليوم الإسمنتات أيضاً إعلانات جيدة كذلك الإسمنتات يعني من القطاعات التي ترهنون عليها كمحللين بحكم يعني المشاريع الكبيرة والتوسعات الاستثمارية الكبيرة التي قاعدت تشهاد المملكة في جميع المناحي لو نعلق السيد حمد على هذا القطاع بالتحديد ما في شك قطاع الإسمنتات أنا من الناس اللي أقول كان له أداء رائع خاصة عنده سبير كباسيتي عنده إمكانية تحمل يساعده في النمو خصوصاً لاحظنا التحسن في قطاع التشهيد والبناء وارتفاع التمويل العقاري خصوصاً يعني على قطاع الأفراد لو لاحظنا كيف الارتفاع حصل نهاية 2019 إلى تقريباً 173% قرابة 73 مليار فهذا الرقم يرغب كثير من المستثمريين الدخول في هذه الثلاث قطاعات خصوصاً قطاع المصارف قطاع التشهيد والبناء وقطاع الإسمنتات لكن في قطاعات ممكن ما أخذت حقها في الارتفاعات وألاحظ كثير من مدراء المحافظ والمستثمرين الأجانب نوعوا في أو دخلوا في هذه القطاعات مثال يعني عندك قطاع ICT قطاع تقنية المعلومات شهد نقلة جيدة وشفنا الارتفاعات اللي حصلت عليه وكيف التوزيعات اللي كانت موجودة وكذلك قطاع الصناعة قطاع الصناعة أتوقع يكون له أثر إيجابي خصوصاً الفترة القادمة بعد القرار الأخير بشأن العمالة الوافدة اللي هي الغار رسوم العمالة الوافدة اللي مدة خمس سنوات ممكن نرى ارتفاعات في هذا القطاع سيد أستاذ حمد فيما يتعلق به اليوم أيضاً من الأحداث الهامة إدراج شركة الحبيب يعني قطاع الطبي بشكل عام يعتبر إدراج نادر نادر ما نشوف شركات طبية تدخل السوق السعودي اليوم صحيح قطاع الرعاية الصحية نوهت عليه سابق ونوه عليه إعلام من قطاعات الجيدة في السوق السعودي خصوصاً نشوف حجم النمو اللي موجود فيها لاحظنا اكتتاب الحبيب كيف كمية الإقبال من الشركات ونسبة التغطية حقيقة أنا لازال ما عندي أي معلومة فعلياً كام بالرقم بالضبط لكن حسب تعصريح الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب أنه في إقبال من الصناديق السيادية الأجنبية في الاكتتاب في هذا الشركة وهذا الاكتتاب هذا الإقبال ما جاء من باب فراغ جاء من باب أن الشركة لديها طموح لديها أنشطة إن شاء الله مستقبلية في النمو ونقطة مهمة في قطاع الطبي الآن أتوقع في خطة كبيرة موجودة عند وزارة الصحة لتحويل كثير من الموظفين الحكوميين تحت بند اللي هو التأمينات أو يكون عنده تأمينة يكون عنده إنشورنس فممكن نشهد كذلك نقلة كبيرة في موضوع القطاع الصحي البرايفت أو القطاع الخاص طيب نعم فممكن خلينا طيب نروح للأداء الفني نعم أستاذ حمد شرائك يعني خصوصا أنت عرشت على حاجة مهمة جدا بما تعلق بقطاع السمنتات وأيضا حتى الاحتياطات وأيضا إدراج شركة الحبيب يعني إلى أين يتجه السوق يعني باعتبار كل المعطيات التي أنت قلتها الآن ما هي نقاط الدعم التي يجب عدم كسرها أو النقاط اللي خلينا نسميها خط أحمر أو خط مكرر بالأحمر أنا بالنسبة لي أرى السوق عند 7550 هي النقطة اللي الفاصلة وأرباح الآن عن نتائج الـ 2029 ربع الأول تعتبر يعني هي الفاصل تجاه السوق ممكن نرى السوق مرتفع ممكن لا لكن في نقاط إيجابية كثيرة زي ما ذكرت سابقا الجي تونتي الإصلاحات الاقتصادية بقيلة سمو الأمير محمد بن سلمان برنامج الرؤية 2030 والآن عندنا برنامج التحول الوطني أمور كثيرة تغيرت في السوق السعودي لكن في شيء تأثر كبير على السوق السعودي خصوصا الفترة هذه تأخر كثير من الشركات اللي عن نتائجها المالية خصوصا الشركات القيادية اللي كثير من المستثمرين يعاولون عليها ولاحظنا كيف هذه الشركات تأخرت وأثر بانخفاض السوق والأهم من ذلك قبل الدخول في أي شركة أو تأخرت في إعلانها أو شيء معين في أن هذا القبيل أنت راجع الشركة وتاريخ الشركة شفت كيف أدائها في السابق وإشتوقعاتها من الإدارة هل الإدارة محترفة هل يطبق الحوكمة هل يطبق كل المواد المطلوبة عليها من نهاية سوق المال بناء على ذلك أنت تقرر طيب أستاذ حمد بالرغم من الإيجابية اللي أنت تكلم عنها الآن اللي هي يعني الاقتصاد السعودي رؤية المملكة 20-30 كثير من المعطيات اللي أنت تفضلت فيها يعني لماذا كل هذه السلبية في السوق أو قلنا نقول في المتعاملين نحن كذا أو لا حساسين نحن بزيادة أستاذ حمد أكيد أكيد كبهيفير يعني كسلوك للمتعاملين أكيد كثير من المستثمرين يعني تضرر من 2006 وصارت الثقة يعني شوي نازلة عند المستثمر السعودي خصوص المستثمر المحلي لكن لو لاحظنا المستثمر الأجنبي لا زال فيه قبال كبير سوقنا سوق واعد وكثير من الناس يعني غافل ما رح أقول يعني كثير من الناس تتوقع أن سوقنا لا زال يعني في مرحلة التوهان مرحلة اللي هو الانخفاضات المستمرة أنا أراهن أن السوق السعودي خلال السنوات القادمة رح يصل الأرقام بإذن الله تكون جيدة عطفا على الأداء بفعل أداء السوق السعودي طبعا أنا يعني أحيي فيك هذا التفاؤل الكبير أستاذ حمد وهذه الإيجابية أيضا اللي أنت تفضلت فيها حمد العليان المستشار المالي والمحل الأسواق المالية شكرا جزيلا لك والمحل الأرقام